على ركلة جزاء على الطريقة الانجليزية لعب رمية التماس وتحصل على ركلة جزاء فريق بلاطة عند عبداللطيف البهداري البهداري والتاريخ وطبعا التنقلات والخبرات العالية الكابيتانو هل يفي بوعده ويعود للمخيم بالنقاط الكاملة بالانتصار عبداللطيف وقال للمبراطور المبراطور البلاطي يسجل عن طريق الكابيتانو واحد صفر واحد صفر دافع منتخبنا الوطني لولومبي سايد واحد صفر ركلة جزاء على ما يبدو نعم ركلة جزاء للشباب ويا لها من مباراة يمنح الشباب البلانت حاليا لا تسمن ولا تغني من جوعه هو خروب في الأسست والهروب لتامر لبل رامي مسالم وفيها تدخل من سعد أبو سليم برافو لسيد المباراة محمد برهم بجرأة كبيرة يحتسب ركل الجزاء لفريق الشباب واضحة تماما لا تحتاج لاحتجاج من قبل لعبي بلاطة ركل الجزاء صاحب ستة أهداف في بطولة الدوري سوف ينفذها خلدون خلدون الحلمان خلدون الحلمان هل يعود للشباب في مرمى فريق بلاطة خلدون سجل في مرمى طباس في الذهاب على هذا الملعب الحلمان صاحب القدم اليسارية ووو منتظر الركلة منتظر الركلة يا خلدون في سباق مع ساد خلدون جول 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 وعادة عادة 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 العميد عاد العميد من بعيد في ركلة جزائية تسجل عن طريق خلدون الحلمان وضعها في الزاوية اليمنى الأرض يا خلدون لا تنسى جباه الساجدين لذلك التبديل الذي أثر كثيرا خروج اللاعب هاي سمتهيب لعبة عودي خراب جول 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 قتل قتل هذا العميد هذا العميد حديد حديد في حديد ياتي بالجديد عبر عودي خراب عبر خراب يعودون عبر خراب بهذا القول بهذا القول يا له من أسستي أبو غرقود يا دبور يا دبور يا دبور عودي خراب يا لها من مرتدة رأسية يامين تمريرة الدبور أبو غرقود ومن ثم لعبها عودي خراب